البطرة الآن لو يحقق نتائج جبية في البطرة الوطنية. ولو المقابلة كأس فيها أمر ثيقة. نظن المقابلة كما تفضل سيبزيان وقال لك صحيح مودي توهران كانت بلك غلطت بالهدف الأول الذي جاء في أول شوط. لذا خرج بلك نوعا ما من المقابلة من ناحية الفنية. ولكن أنا نظن هذا بدون من الفريق الشلف الذي رجعه بإرادة قوية وعزز حضوضه في البشر يرجع في النتيجة. وإذا ما كان هذا بعدما سجل هدفين. نظن هذا شيء مفيد جدا من ناحية التقيقة. ولكن اليوم الحقيقة هي أن فريق مودي توهران انهزم وخرج من الكأس. نعم خرج من الكأس. وأولمبي الشلف بعد ذهب يونس إفتسان يتأهل إلى الضوء القادم. حض موفق لأولمبي الشلف في البطولة الوطنية. نروح إلى لقطة تحكمية فقط رشيد. وهي الخاصة بالهدف الأول لأولمبي الشلف. لنوضح الصورة فقط محمد يوبي هنا. نرى اللاعب. فتح الكرة. خرج تماما هو. هو مدافع من الوضع ورن. كان بره اللاعب. شوف دخل. شوف. وسجل الهدف. وسجل الهدف. نرجع من وضع التسلل. لأنه لو ما نمس الكرة كان لم يقعد لك. لن ننسى الوضع التسلل. إنما مدام. شوف. هاو في وضع التسلل. شوف. هاو. يعني الهدف غير صحيح. نعم. هاو كان في وضع التسلل. رجع من وضع التسلل. ثم رجع مباشرة. رح تلك كرة مباشرة. فيه مدافع من قبل. أرجع رشيد شوية لور. لأنه فيه لاعب من ولوديت ووهران. كذلك سقط مع المهاجم. نعم. ولكن لاعب موضع. رجع نوع المراشيد. الوراء. أرجع. 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 زيد. زيد. نعم. أو لاعب من ولوديت ووهران. كان سقط هو كذلك. الذي كان مع اللعب. وإنما اللعب مولديت ووهران. ندخل. أرجع مباشرة. نعم. أرجع. ثم لأفر تأخر. ها شوف. ها شوف تأخر. ثم أرجع. شوف كيف. شوف ها. أنا مازل ما أرجع. يعني الهدف غير صحيح. شوف الكرة. هو مازل في وضع التسلل. ها شوف. ورحت للكرة مباشرة. أرجع. شوف. ها. وبالتالي. تعتبر الرجوع من وضعية التسلل. الهدف غير صحيح. واللعب الذي سجل الهدف كان في وضعية غير سليمة. وهدف مؤثر بالنسبة لهذا اللقاء حسب يوبي. أكيد. لأنه لما تسجل في هذا الوقت الهدف تتعادل. يعني ويأثر نوعا ما. أكيد أنه أثر لأنه أعطى ثيقة كبيرة لفريق شلف. لحقيقة في الشوط الثاني. يعني كانت ممكن تسجل هدفين ثلاثة أو أربع هداف. يعني كانت فرص متعددة. ولكن أكيد أن الهدف لسجله. أثر نوعا ما على مولودية وعطى ثيقة أكبر وأكثر للاعبي. حتى الخطأ الذي ارتكبه مدافع المولودية في الهدف الثاني ربما. كان ضغط حقيقة. ضغط كبير من طرف لعب. نعم وندخل فيها لقاءات أخرى. اتحاد العاصمة شباباتنا. مستقبل الرويسات شبابة القبال. ولقاءات أخرى سنعود لها. بعد أن نذهب إلى ملعب 20 أوتوى. ومحمد جمال أين يتواجد ملعب 20 أوت. حيث سيقوم بالتعليق على لقاءات أتحاد الحراش أولمبيل مدية. لكن قبل ذلك محمد جمال مساء الخير. كيف هي الجواب ملعب 20 أوت؟ نعم تفيق. في الحقيقة هناك ما سمعتك. ولكن سأحاول أن أكون معك من هنا من مباشرة من ملعب 20 أوت. قمة في الكأس اليوم في الدور السادس عشر بين فريق اتحاد الحراش وأولمبيل مدية. الأولمبيل الذي يؤكد في الربط المحترف الأولى أنه فريق يلعب بكل قوة من حيث الأداء. نتائج الفنية المتسجلة هي دليل على ذلك. بالمقابل فريق اتحاد الحراش أيضا العائد في الربط المحترفة الأولى بعد ست جوالات دون خسرة. اليوم مباراة هي مباراة الكأس ومباراة أخرى بين الفريقين. ساليوم نعرف من هو الذي سيتأهل إلى الدور ثم النهائي في هذه المواجهة الكبيرة المنتظرة على الأقل. فنيا اليوم من حيث الحماس ومن حيث الأداء. السيد سليماني أحمد مدر فريق ولمبيل مدية حاضر معنا في هذه اللحظة وهو مشكور على الحضور. ومن خلال المشوار والنتائج الفنية المستجلة ولمبيل مدية أصبح مخيف السيد سليماني. لا في الواقع نظن بالعكس نظن باللي إحنا استطعنا باش نتعانتغيره في هذا التعقلمنا. بدنا نتعقلمه مع القسم وطني الأول. ولهذا النتائج تهنا في البداية كانت متذبذبة. مع مرور الدورات أصبحنا لدينا المعالي متاعنا وأصبحنا.